ألا فلنعتبر بهذه الجرادة وخلقتها وفعلتها فإن ابتداء خلقها يقال من البحر قال ابن عمر وكعب إنما هو نثر حوت وقد خلق الله لها ست أرجل وطرفا رجليها من شاران وفيها شبه من عشرة حيوانات وجه فرس وعنق ثور وصدر أسد وبطن عقرب وذنب حية وعينا فيل وقرن أيل وجناح نسر وفخذا جمل ورجلا نعامة ولعابها سم على الأشجار وفي أمثال العرب أفسد من الجراد وكمية الطعام التي تأكلها الجرادة يوميا تعادل وزنها ومن عجائبها أنها تغمز ذنبها في الأرض لتغرس بيضها وتدفنه حتى يتتام نموه ويعجز عنه عدوه فيا سبحان الخالق الذي جعل كائنا ينبت من الأرض فيخرج من بيضه دبا أبيض ثم أزعر يصفر وخيفان بين الحمرة والصفرة ثم أحمر مكن ممتلئ بيضا ومنظره وهو يدبي على الأرض مهول يذكر وصف الله الناس أنهم يبعثون كأنهم جراد منتشر